صباح الفل نتكلم اليوم عن هولدرلين والفلسفة متمثلا فيها إتجار الأول يجب أن نعند تاريخ النظرة الفلسفية للشاعر وهذا يوجد تراتب طويل المستوى الأول هو أقدم الحضارات الإنسانية في الحضارة السومرية والبابلية والحضارة المنصر الأديم الحضارة البابلية فيها ملحمة إنوما إليش، الحضارة السومرية ملحمة جيرجامش، الحضارة المصر الأديمة، كتاب الموتى وفيها النشيد كثير النشيد دي والملحمات دي خدت القالب الشاعري لقدرة الشاعر على حمل الدلالات الفلسفية والتأملات كمان نص إنوما إليش مثلا ملحمة إنوما إليش مكتوب في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد يعني قبل الإليازة والأودسة وقبل تدوين أصفار التوراة العبرانية ملحمة إنوما إليش تتكلم عن أفكار الخلق وملحمة جيرجامش تتكلم عن الخلود والقطر يعني الشاعر حامل للمفاهمية الفلسفية القبرى التي كونت العقل للإنسان ذات نفسه بعد كده في الحضارة اليونانية جيه راقلية سوتاليس التي عبرها عن مسائل الفلسفية بتاعتهم في طريقة شعرية وكمان جيه برمينيديس التي كتب فلسفته كلها عبارة عن قصيدة واحدة بعد كده جيه أفلاطون اللي كتب الجمهورية ويعبر عن نابزه للشعراء لبعض أنواع الشعراء في مدينة الحاضرة لأنهم بيروجوا للههوم والعدم الحقيقي أتكلم بقى عن هولدرلين وهايدجر هولدرلين شاعر ألماني والأعمال بزاعته في بعض الأعمال مترجمة مش الأعمال كلها واللي عايز تطلع عليها وفيه كمان دراسة هايدجر عنه موجودة مترجمة وردرلين لغته بسيطة ومحسوسة وواقعية لكنها مليانة نزعات فكرية شهيدة التجريد واختروا هايدجر لأنه له بعض طويل في التفكير الشعري في التجريدات الأولى للعالم وفيه التفكير في البدء والنهاية والمصير وفيها تأملات كثيرة جدا وحملات دلالية فلسفية كثيرة ولأنه كمان هايدجر مجرد عظيم يسميه الطبع الحقيقي للشعر ويقول إن الشعر الأصدق في الحصر ده ما هو إلا شعر الشعر مش الشعر الغنائي بل الشعر المفكر اللي هولدرين بيمثل مثل الأعلى وسماه شعر الشعر في نظر هايدجر إن الشعر الحق هو الشعر اللي ما بيعبرش عن تجربته الخاصة بل بيعبر عن المقدس وإلى المقدس وبتنمحي ذاته إزاء الوجود يعني ما يكونش فيه باجنع وبرزق بينه وبين الوجود حيث يكون هو نفسه الوجود فبيتلفظ بقول أنا بالعالم أو الوجود لكي نفهم الأول الشعر عند هايدجر بيمثل إيه؟ اللي هو متمثل في غلرين لازم نفهم اللغة ذات نفسها بتمثل إيه عند هايدجر اللغة عند هايدجر هي اللي بتسمي الوجود يعني هي اللي بتستحضر الموجود المحتجب اللي هو كائن فيه وحاضر فيه بواسطة اللغة والشعر هو التسمية لكل شيء ولمهية كل شيء الشعر عند هايدجر مش هيكون شعر إلا بمقدار تسميته تسمية مؤسسة للوجود ولمهية كل شيء لأن هايدجر يظن أن اللغة موطن لحقيقة الوجود فهنا بنستخدم اللغة عشان نسمي بها الأشياء وهي بتغطينا نفسها تمثل عبدة أحياناً وعشان نسيطر بها على الموجود لكن الشعر مش هو مفروض يتاخد مأخذ الأداة دي بل الشعر هو عادة ما يطابق الوعي الإنساني ولن يوجد الوعي ده إلا مع إمكان الكلام وخلق اللغة أي تسمية أي فعل الشعر تتحول اللغة هنا إلى فعل فني وهذا سبب قول هايدجر إن الشعر أو شعرية اللغة أو فن الشعر هو أصل كل فنون لأن كل الفنون بتستخدم اللغة أو عشان مثلاً أرسم لوحة لازم أن تكون استخدمت اللغة في ذهن مرئيات معينة الموسيقى يجب أن تكون موسيقية وإلخ فشعرية الفنون كلها من شعرية اللغة ذات نفسها من أصل تسمية الأشياء بالشعر لذلك القصيدة هي نبية اللغة